دور رعاية المسنين وللأسف في الأون الأخير ازدادت الحالات بأن يتخلل أبناء عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وأكيد دور رعاية المسنين هي من آوتهم ووفرت وقدمت لهم الحياة الحرة الكريمة بعد أن فقدوها خلال منازلهم نتحدث اليوم كيف يمكن ضم كبار المسنين إلى الدار يا سيد نور احنا في بغداد عندنا دارين للمسنين نعم الأول في منطقة العظمية صليخ والآخر في منطقة الرشاد نعم طبعا الدارين تقدم نفس الخدمات المطلوبة في رعاية هذا المستفيد طبعا يتم القبول ابتداء من عمر 55 بالنسبة للمرأة و60 بالنسبة للرجل فصاعدا نعم وأن يكون عراقي الجنسية وأنه قادر على يعانة نفسه طبعا دور المسنين اليوم في بغداد للأسف شديد أقولها صارت عندنا فوق الطاقة الاستيعابية لا إله إلا الله كونهم أبناء يعني يرمون أبناءهم بماعدهم يعني أكو بعضهم ماعدهم يعني ذرية وما عند أحد وهو خلاص يعني باقي ببحده وأكو بهم لا للأسف يعني الأبناء الأبناء اللي هذا نشوفها حالات يعني على مستوى عالي وتفكك أسري على مستوى جدا ما عرفي عن جزء بدأت الناس تفقد جزء من دينها أو جزء من إنسانيتها أقولها فمي يعني كنت وصلت تقريبا الأعداد بالدور يعني إحنا فوق الطاقة الاستيعابية إحنا مثلا عدنا دار المسنين اللي في صليخ يعني المفروض أنه يكون طاقة الاستيعابية سبعين لكنه إحنا واصلين أكثر من يعني بهذا العدد بكثير دار مسنين الرشاد طاقة الاستيعابية تسعين بمئة وثلاثين يعني هو أكثر وفي زياد صح الغريب بالموضوع في زياد مع الإشارة أنه اليوم نشهد أنه هذا الأب والأم رغم أنه سوء معاملة الأبناء لهم الأبناء لهم لكن هم ما يردوهم بالحسنة صح أكيد في قلب الله ومشتاقون لهم وتواصلون ولأوتنا غصولهم بعض الأحيان تصير بعض المناسبات بعض الهدايا تيجي لايش إليها يضمها للإبنة أو البتة لا إله إلا الله وتشوف مثلا البنت أو الإبن هاي لو بالعيد يسوي لرنة للأب لو ما يسوي لها أكيد